أخبرت هذه الأشياء قبل وقالوا لنا وقالوا لنا وقالوا لنا وقالوا لنا وقالوا لنا وقالوا لن نقع لكم قتلا يقول ترامب هذا ما طلبه الإيرانيون منا بعد أسابيع يجيب الخزعلي وكذلك الأمريكيون يقصفون مواقع فارغة حتى لا يقتلوا إيرانياً واحداً يقوم الأمريكيون برد ويكونون دقيقين في اختيار هذا الرد عندما يقومون بقصف مؤسكرات فارغة حتى لا يقتلوا إيرانياً واحداً وبين تصريحي ترامب والخزعلي خرجت تصريحات أخرى من مسؤولين إيرانيين وزعماء ميليشيات لتؤكد مجدداً أن محور إيران هو محور ممازحة وليس ممانعة وخصوصاً في هذه الفترة التي بقيت فيها المقاومة الفلسطينية وحيدة في مواجهة الاحتلال الصهيوني حتى إن مراقبين تساءلوا متى سينفذ المحور الإيراني وعوده بإزالة الكيان الصهيوني من الخارطة إن لم ينفذها الآن وبمناسبة الحديث عن إزالة الكيان يبدو أن خامنئي غير رأيه وغرد على موقع أكس أن إيران لم تقل أبداً إنها تريد إلقاء الصهيوني بالبحر التخادم والتعاون الأمريكي الإيراني المخفي وراء قناع الصراع يعود إلى عشرات السنوات ففي الوقت الذي سمت فيه إيران أمريكا الشيطان الأكبر كان هذا الشيطان يزودها بأسلحة متطورة لتحارب بها العراق في الصفقة المعروفة بقضية إيران كونترا تبع ذلك حصار أمريكي خانق على العراق مقابل تهيئة النظام الإيراني ليكون الشريك الأهم لواشنطن في احتلال العراق وتدميره ومن بعدها التغاضي عن نفوذ الميليشيات وتعاظم قوتها وكل ذلك تحت رعاية العين الأمريكية ولعل أمريكا أرادت بذلك مكافأة من أنشأوا هذه الميليشيات لأنهم تعاملوا مع الغزاة الأمريكيين كضيوف وذلك امتثالاً لأوامر مراجعهم كما قال موفق الربيعي وإن كانت التصريحات غير فاضحة للتخادم الأمريكي الإيراني عند من يعتبر إيران معادية للمشروع الأمريكي فيكفي له أن يرى أن حلم الخمين بالتوسع والنفوذ في المنطقة ما كان ليتحقق لو لا الحروب الأمريكية